السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشارك معكم زج انواع من الطعام طعام متوسط وطعام ولا مسفوف رقيق كامل يعني كاين بزاف لي يعرفوا الطعام اللي انطيبوه دايما يعني في اغلب المرات يكون طعام متوسط لكن المسفوف ما يعرفوش اي طيبوه او بالاحرى يعني ما يعرفوش يضبطو الكمياء انتع الماء ولانه يعني رقيق بزاف كاين بزاف ليزيدو الكمياء انتع الماء ويعجن لهم في هذا الفيديو جبت لكم المقادير المضبوطة وخصوصا الكمياء انتع الماء معناتها كامل رح تنجحو في الوصفة وخصوصا المبتدئات والحاجة المليحة في هاد الوصفة مش انو تنجحو فيها فقط يعني المدة الزمانية الوجيزة اللي رح تحضروا فيها هاد الكسكوسي تعتبر كذلك من اهم الايجابيات انتع هاد الوصفة او بالاحرى الوصفة اللي رح نديروهم معا وكالعادة رح نبدأو الوصفة دينا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام لما زل ما اضغطش على زر اللايك لايك للفيديو فضلا وليس امر رح نقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة الطعام كما رحكم انواء من الطعام انا خيارة المركة التعال باراكا لانه صراحة ان هاد المركة اعتني نتيجة ممتازة هاد الكسكوسي هو رقيق كامل وهاد النوع هو كسكوسي متوسط يعني هنا مش المشكلة في الكسكوسي المتوسط الكسكوسي رقيق يعني كاين بزفل ما يعرفوش يعني حتى يديروا طعام الكسكوسي هاد رقيق يجيهم بزفل وعر يعني تبعوني نروحوا خطوة بخطوة نديروا كامل تفاصيل كامل يزاستيس اللي لازم تتبعوهم باش تتحصلوا على نتيجة ممتازة وفي وقت قياسي نحبت نوريكم فقط الحبيبات هادك الطعام رقيق كامل يعني الحبيبات التعوش به هادك سميد المتوسط رغم انو كسكوسي وهدا هو الكسكوسي المتوسط رح نبدأ في الاول بالمقادير الكسكوسي المتوسط باش تنجحوا في هاد الوصفات لازم تديروا الكمية المضبوطة تعزيت الكسكوسي المتوسط تنجحوا 4 مغارف كبار تنجحوا تحضره في الكسكوسي كمية الزيت في البداية لأنه هذا الطعام لا نديره على الطريقة التقليدية سوف نديره للمسخون ونخلوه يتشرب كامل هذه الكمية ومن الضروري نكونوا دايرين الكمية الزيت هكذا لكي هدوك الحبات الكسكوسي ما يلسقوش في بعضهم البعض نشوفوا الكمية الزيت اللي رح نديرها في الكسكوسي رقيق كامل رح ندير فيه 8 ملعق يعني لي يعرفوا يرشوا الكسكوسي هذا الرقيق كامل يعرفوا بلي لازم يعني ديروا كمية زائدة من اللي يدعم للمادة الدسيمة لأنه الرقيق ولازم ندير له كمية إضافية من الزيت رح ننتقلوا لكمية الع الماء رح نبدأ بالكسكوسي المتوسط درنا لو ربع مغارف كبار من الزيت أما الكمية الع الماء اللي ياخدها هي لترا ونص يعني هاد المركة انتع طعام بركة متوسط تاخد لترا ونص من الماء فقط وكان مركات واحد اخرين يدو لترا ونص من الماء ويدو كذلك كاس تعلاتي يعني لترا ونص منزيد لهم هاد الكاس تعلاتي هكذا بشجينا الكمية انتع الماء مضبوطة الباركة هذا درت له لترا ونص فقط اللي حب تجرب هاد الوصفة وبهذا الطريقة من المستحسن يستخدم نفس المركة اللي استخدمتها اللي هي الباركة اذا ما لقيتوش تقدروا تستخدموا اي مركة واحد اخرى يعني في البداية ديروا لترا ونص علماء ولما يتشرب لكم هاد الكسكوسي كامل كمية علماء وديروه في الجفنة وتبدو تفتحوا فيه اذا لقيتوه شوية ناشف تقدروا تزيدوا له هاد الكاس تعلاتي وإلا رح تكتافوا بلترا ونص فقط نشف شوية ونضيفوا له هاد الكاس تعلاتي احسن من ان ننضيفوا له هاد الكاس تعلاتي في البداية ويجينا معجن ولهذا خلو هاد الكاس تعلاتي ضيفوه لما يجيكم الطعام تحكم شوية ناشف اذا جاكم سواسفة يعني رح تنتقلوا مباشرة للمرحلة الموالية بالنسبة لكمية الملح اللي رح يديهنى واحد كيلوغرام من الكسكوسي المتوسط يعني نديروا تقريبا نصف ملعقة كبيرة نصف ملعقة كبيرة ما رح يجيكم السوس وما رح يجيكم ملح يعني الطعم رح يكون متعدل هنا حاوث ندوب هديك الملعقات هالملح ورح ندير هاد نجرة فوق النار حتى تصل الى درجة الغلية يعني خلو المتعكم حتى يغلي مباشرة رح تفرغوا هو هو ساخن في داخل هاد الغيسي بيون مدة الطعي ما تحاولوش تحركوا فيه بالملعقة فقط فرغوا المتعكم وغطوه وخله من عشرة الى ربع ساعة يعني من عشرة الربع ساعة رح تلقاوه ناشف رح نروح الان لهذاك المسفوف لهذاك الكسكوس يرقيق كامل الكمية على الماء رح تكون اقل رح ندير له لترا ومتين ميلي لتر يعني واحد فاصل اثنان لتر كذلك رح نقصله في الكمية الملح لانه الكسكوس يرقيق كامل يدي كمية ملح اقل وكان دير له نصف ملعقة وديرها في واحد كيلوغرام من الكسكوس يرقيق كمدرت الكسكوس المتوسط رح يجيكم ملح انا شوفوا الكمية اللي رح نديرها يعني قل من نص مغرف يعني الكمية رح تكون ما بين ربع ملعقة كابيرة ونصف ملعقة كابيرة يعني شوفوا في الكسكوس المتوسط درت هذه الكمية في الكسكوس يرقيق شوفوا قد من راني نقصت الكمية يعني هذي رح تكون ناصحة للمبتدئات طعام المتوسط طعام الخاشن وطعام الرقيق كامل لو كانت الدون منهم واحد كيلوغرام واحد كيلوغرام واحد كيلوغرام ما رحاش تدير لهم نفس الكمية تع الملح والكسكوس يرقيق بالاخص ما يديش الكمية كبيرة من الملح يعني ندير له شوية فقط هناك مشتوف رغت له هذا كلماء ساخن وغلقت عليه كي مدرت للكسكوس المتوسط تماما الآن رح نبدو في طريقة تحضير الكسكوس المتوسط يعني بعد حوالي عشر الى ربع ساعة نخلطه حوالي اتناشن دقيقة شوفوا نتيجة لتحصلت عليها هايليك يعني شوفوا هذك الكسكوسي كل حبة وحدها كي شغل درناها على طريقة تقليدية وقعدنا معه قريب نص ساعة وحنا وشترنا له يعني فقط درنا له هذي ربع ملايق تع الزيت ضفنا له كمية تع الماء وغلقنا عليه وخلينا حوالي عشر دقائق فقط وشوفوا النتيجة لتحصلنا عليها يعني هنا تقريبا الكسكوسي التاعكم رح نديرها على البخاري تفور مرة واحدة فقط نديره للزبدة ويكون الجحز المرة الجاية ان شاء الله رح نديره دعام لكسكوسي خاشن ورح يكون اكسبرس كذلك ورح نديره بنفس الطريقة واكيد يعني رح يتغير المقادير وخصوصا الكميات تع المأمنتها كامل انواع الطعام رح نديرهم سواء كان خاشن متوسط تقريبا الكسكوسي كامل بجمب وهذاك الكسكوسي اللي يكون كامل في القاعة الباسينة يعني رح يكون شوية مشمخ يعني مش مشمخ بزاف رح نحطه بجمب كما رح نشوفه تماما ورح نحاول نفتح كامل هذاك الطعام يعني هنا كيفاش تديره رح تفتحوا بشوية وتحطوا من الجهة هذه وتعودوا تفتحوا الكميات الاخرى وهكذا حتى نتكملوا كامل الكميات على الكسكوسي يعني هنا شوفوا كيفاش نفتحوا هنا متخافوش كامل يعني بمجرد منحط عليه يدي وبكل رفق رح يتفتح كامل هادك الطعام هايلك لماذا لاننا ندرنا له هذوك الربع ملاعق كبيرة تع الزيت يعني مرحاش يخلوا هذوك الكسكوسي ولا الحوبيبات تع الكسكوسي يلسقوا في بعضهم البعض يعني وضع الزيت في البداية عملية او خطوة مهمة جدا هايلك هنا راني نفتح فيه كما راكم تشوفوا وبكل سهولة بعد ما نفتح كل الكمية وش ندير رح نجيب هادك الكسكوسي يعني لي كان في القاعة تعلباسينا رح نديرهم من فوق كامل هل هنديرهم من فوق يعني رح يكون معرض للهوا وبالتالي رح ينشف النار وفي وقت قياسي هايلك هنحطوه هنا من فوق ونخليه ينشف في هاد المرحلة خلوا الكسكوسي يدعكم ينشف على الأقل خمس دقائق يعني تحت الخمس دقائق رح يكون شوية شامخ خلوه ينشف خمس دقائق فهما فوق يعني لي ما عندهاش الوقت رح تخليه ينشف حوالي خمس دقائق وبعد رح تديره على البخار اللي عندها الوقت خليه ينشف حوالي ربع ساعة عشرين دقيقة وتقدر تروح حتى النصف ساعة هنا يقسم هذه الكمية على اثنان يعني رح نفور القسم الاول وبعد ما يفور له هادا كنديله شوية زبدة رح نزيد نفور للكمية الاخرى يعني هنا حاولوا ما تديروش في الكسكستاكم كمية كبيرة من الطعام لانه لو تديروا الكيلو هذا كامل على بعض يعني من تكس فوق بعضه البهض ومرحاش يفور لكم له وتقدروا تقسم الكمية حتى على اربعة اذا كان الكسكستاكم شوية صغير هنا يا كنت تقدر فوق النار ودرت هاداك الماء يغلي يعني حاولوا تديروه على نار تكون مرتفعة رح نحط هادا الكسكستا فور يعني دقيقة ولا زوج فقط وراح يكون جاهز بالنسبة لهاديك الكمية اللي قاعدتها و تفتحوها في الجفنة كامل هكذا باش تزيد تنشف لكم اكتر و اكتر يعني لي عرفوا لي الكسكستي الطعام وللكسكستي كل ما نشف لكم بليح كل ما رح يمد لكم نتيجة افضل هنا يا حطيته بجنب لانه هاداك الكسكستا والفارلي رح نحطه جانبا و رح نزيد نفور للكمية الباقية يعني هادا الوصفة الكسكستا المتوسط ترتفيه هدت فيديوهات لكن الكسكستي هادا الرقيق كامل ولا المسفوف يعني هادا هي المرة الاولى اللي درتها في القناة يعني حاولت نضبط لكم المقادير هكذا باش تنجحوا في الوصفة ومن المرة الاولى بعد ما فارت لي نصف كمية الطعام يعني رطلت على طعام ولا خمسمائة نغرم درت لها ملعقة كبيرة من الزبدة هنا تحبوا تزيدوا ولا تنقصوا في المادة الدسيمة لكم الاختيار كما تقدروه بالسمن كما تقدروه بزيت الزيتون يعني كل واحد وش يحب يدير في الكسكستي المهم بالنسبة لهاد النوعية على الطعام يعني تكون مشرية ماهيش لي مفتولة في الدار واذا درتوها كذلك بهذا الطريقة لما ديروا لها الزبدة يعني ما تحاولوش تخلو هذيك الكميات على زبدة الدوب ومبعد تبدو تفتحوا في هذا الطعام يعني ديروا لها الزبدة وبدو تفتحوا فيها مباشرة حتى وهي ساخنة يعني في البداية ديروا بالملعقة ولما يبرد لكم هذيك الكسكستي شوية استخدموا الآياتي هكذا باش هذا الطعام لي عجلنا briefly اشتركوا في القناة نضيف الكسكس الثاني نضيف الكسكس الثاني نضيف الكسكس الثاني نضيف الكسكس نضيف الكسكوس الثاني سوف تتبع المقادر سوف نذهب الى الكسكوس الرقيق كامل والمسفوف سوف نفلفل كل حبة سوف نفتحه بكل سهولة سوف نفتحه بالعقل سوف نفتحه بالجنب وبما ان الكسكوس مسفوف سوف نفتحه بالرقيق سوف تخرج بزده والمسفوف سوف تخدمه كل كل العملي لان كاملة سوف نضمن المقادر لسوف نفتحه الى الكسكوس ولكن اضف المهلا كما سوف نفتحه 200 ميلي لتر سوف نفتحه كاين بعض النساء يعرفوا يرشوا الطعام عادي المتوسط الخشين لكن هذا المسوف يعني يلقوا فيه صعوبة كبيرة جربوه بهذه الطريقة ورجعوا لي بالاخبر نقيته وشللته راح نديره على البخار من خمسة الى عشر دقائق وبعد ما يفور لي راح ندير له كمية من الزبدة ورح نزين به هذا الكسكوسي تحبو ما تديروهش تحبو ديرو حويج واحد اخرين موفين ديروهم لي كسكوسي بتاعكم لكم الاختيار هايليك النتيجة اللي تحصلنا عليها يعني مسفوف ولا اروح طريقة سهلة سريعة جدا جربوها ورجعوا لي بالاخبر لكن فقط حاولوا يعني تستخدموا نفس المقادير وحب ذا لو استخدمتوا نفس المركة هكذا بشطيحوا في نفس النتيجة راح نفرغوا شوية كسكوسي وندقها لكم يعني هكذا بش نشوفوا نتيجة نهائية ان شاء الله فقط يكون اعجبكم هاد الكسكوسي وتجربوه في منازلكم واذا جربتوه تاكلوه بالصحة ولهنا ان شاء الله ورح نخلي لكم المقادير المضبوطة في صندوق الوصف يعني بالنسبة للكسكوسي المتوسط وبالنسبة للكسكوسي رقيق كامل هذه نهاية الوصفة واذا عجبتكم طبيعة الحل ما تبخلو شعرية باللايك يعني هادك اللايك راح يشجعني على اضافة المزيد والمزيد من الوصف المنزلية الناجحة ان شاء الله المبتدئات يجربوا هاد الكسكوسي بهذه الطريقة وينجحوا فيه لان المقادير توعو مضبوطة وخصوصا كمية الماء هذه نهاية الفيديو وفي الاخير مع لي الا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته